أرسل رئيس الوزراء عدل عبد المهدي إلى مجلس النواب قائمة أسماء منقوصة لم تتضمن مرشحي أبرز حقيبتين وهما الدفاع والداخلية وتقول مصادر مطلعة إن القائمة شملت أسماء مرشحين إثنين لوزارتين التربية والعدل هما القاضي أركان ولي كريم لوزارة العدل وسفانا حسين علي الحمداني لوزارة التربية مشيرا إلى أن عبد المهدي قال إن المرشحين تم التشاور بشأنهما مع الكتل السياسية وجرى تدقيق أسميهما من هيئتي المسألة والعدالة والنزاهة كما جرى التدقيق مع الأمن الوطني